السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نشوف الدرس الثاني من كتاب الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي صفحة 14 التوازي والتعامد إنشاءات هندسية أكتشفوا أتمرنوا تمرير رقم 1 يمثلوا الشكل الهندسي شبكة الطرق في الصورة الجانبة هذا الشكل الهندسي كمثلنا هذا الشبكة الطرقية هذا سؤال محدد مستقيمين يمثلان طريقين متوازيين هذا هو التمثيل كمثلنا الشبكة الطرقية إذن فاك فيما كنلاحظو إذن آآ آآ يوازي بي سي إذن نكتب إذن نعذن مستقيمين يمثل طريقين متوازيين قلنا آآ آآ رمز التوازي وهو الشكل التالي إذن هذا الشكل أو هذا الرمز اللي هو آآ آآ بين قوسين كمثلنا مستقيم ثم بي سي ثم مستقيمين يمثلان طريقين متعامدين إذن فاعدنا هذ المستقيمين متعامدين كذلك هذ المستقيمين متعامدين إذن ممكن لنا نختاره واحد منه أو مستقيمين متعامدين إما آآ دي عمودي على آآ أ أولا آآ دي بي عمودي على بي سي إذن بالنسبة للآآ دي را هو نفسه آآ بي هو نفسه بي دي هذ المستقيم قدو تلات تسمية هنا إذن ممكن نختاره واحد مثلا غدي ناخده آآ 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 هذا رمز المستقيم رمز التعامد عمودي على قلنا او دي او قلنا بي سي عمودي على بي دي بالنسبة لهذا المستقيمين اللي اختارينا فاو هي نقطة التعامد بالنسبة المستقيمين الاخران الممكن لنا كذلك ناخدهم فنقطة التعامد هي نقطة بي ثم اتنان ارسم مستقيم او بي والنقطة سي واتبعوا الطريقة جانبه وارسم مستقيما يمر من النقطة سي وعموديا على او بي اذا باول حاجة نحدد النقطتين او بي ثم نقطة بي دائما لانشاء واحد اي مستقيم ننفع المستقيم مكون معدة نقات يكفي اناني نحدد نقطتين ثم ننشأ او نرسم المستقيم اذا نقلنا او بي ثم نقطة سي تنتمي الى هاد المستقيم اذا هذي لتكون هذي هي نقطة سي اذا نتبعوا الطريقة بيش غن نشأوا المستقيمين متعامدين المستقيم معامد او بي والمار من نقطة سي ثم نستعنو بي الكوز هاد الادات ثم نوضع هاد القاعدة الصغرى الى هاد المستقيم ثم ننزيحوه بحيث هاد الضلع هاد القاعدة او المتلات نطبق لنا مع هاد النقطة او لتصبح عندنا هاد النقطة كنتمي الى هاد الضلع بعد الشكل هادا ثم ننشأو هاد الخط هادا 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 دان هنا عدنا هاد رمز التعامد ثم ناخدو المستارة ونكملو الانشاء ديانا دان هذا هو الشكل دان يمكن لنا ناخدو هالجزء متقطع كثما هو في الكتاب هكذا دان فاحصلنا على العمودي على أب والمار من نقطة س هاد الشكل ثم ثلاثة ارسم مستقيم الدي والنقطة ام لا تنتمي الى الدي اتبعوا الطريقة جانبه وارسموا مستقيم يمر من النقطة ام ويوازي المستقيم الدي دان فقد ننشأو اولا المستقيم الدي دان نشأو المستقيم الدي ثم نقطع خارج هذا المستقيم وهي نقطة ام ثم نتبع الخطوات دان غادي ناخد الكوس او المثلات اللي هو هذا واضعوا بها الطريقة هادي ثم نوضع المستارة ثم ننزيحو الكوس نحافظو للتعامد دان ننزيحو حتى نوصلو للتنقطة ام لغادي نمررو المستقيم الموازي المستقيم الدي دان هنا المستقيم بسم دي هو المستقيم الدي دان بها الطريقة هادي ثم ننشأو هادي المستقيم دان ننشأو هادي الجزء ثم كما بواسطة المستارة دان فاحصلنا على هاد الشكل اللي هو دي وزي المستقيم المار من نقطة ام نعم المستقيم دي والمستقيم الذي يوزي هو المار من نقطة ام ثم ننمرو التمرين تلاتا ها فان هنا تمرين أربعة جو ركوپي اي جو ترس دو دروات اين برپن دي كيلر الدي اي پاسم بار ا اي لطر برپن دي كيلر الدي دي اي پاسم بار ب انا مطلبنا هو اعادة درسم جو كوپي اي جو ركوپي اي جو ترس دو دروات يعني انقل وارسم مستقيمين اللي هما قلنا الاول اين برپن دي كيلرغة دي 1 عمودي على دي واحد اي پاسم بار ا ويمر من ا والتاني كذلك عمودي على دي والمار من نقطة ب دان لرسم التعامد فاشفناه في اه تمر رقم اثنين اذا فاقلنا ا بي اه مستقيم عمودي عليه وكيلر من نقطة س اذا فا هاد المستقيم اللي هو ا بي و المستقيم المار من س كي يكونوا لنا واحد زاوية اللي هي زاوية قائمة قياسها 90 درجة اذا نفس الشيء انا غدين اه غدين رسموا العمودي على دي واحد والمار من نقطة ا اي هاد نقطة الطاقة تعديل ما غد يكملوا لنا واحد زاوية اللي هي قائمة دان هادنا ناخدو الادات اللي هي الكوس نستريقة دان غدين غدوها في الطريقة هاكا دان هنا هادنا التعامد هنا كونا زاوية قائمة دان شكل هادا ثم غد نستعنو بالمستارة نشقو هاد المستقيم اي هو عمودي على دي واحد والمار من نقطة ا دان فهذا هو المستقيم دائما ما ننسوش رمز التعامد دان رمز التعامد هناك يمبين لنا بان عدنا تسعون درجة هاد زاوية قياسها تسعون درجة نستشيء بالنسبة لهاد الشكل هادا دان نطعها بهالطريقة هادي دان هاد المستقيم ما يمر من هاد النقط دان غدين نخد المستارة ونشق هاد المستقيم دان هادا هوا منسوش رمز التعامد ثم تمرقم خمسة جوغو كوبي يجو تخاص دو دروات انقلو وارسمو مستقيمين اين بغاليلة دي 3 يباسون بار ا واحد يمر من نقطة ا ويوازي المستقيم دي 3 الاضر بغاليلة دي 4 يباسون بار ا والاخر او التاني يوازي دي 4 والمار من نقطة ا اللاعف دان غادين نتابع نصطرا�ة ليش ش Leaf오 في التمرقم ثالاثة دان فا غادي نوضعو الكوس في هات الطريقة والمستارة بحيط تكون على هات نقطة ا الطريقة دن فهذه هي او هاد ندعو مستاقم صغير او لا موقع متقطعه ثم نكمله بواسطة المستارة اذا هدا هو الموازي وبيان لبارال الموازي للدي ثلاثة والمار من نقطة ا نزل نصط طريقة نسبة الموازي للدي اربعة والمار من نقطة اف دونك غادي نوضع مستارة للطريقة والكوس بهذه الطريقة ثم بهذه الطريقة هادي ثم نزيح حتى نوصل للنقطة اف هكذا ثم نوضع واحد النقطة اللي هي متقطعة اللي غادي اتمر ليا من نقطة اف دن فاته هو المستاقيم دن غادي نستان بالمستارة دن فاته والمستاقيم اللي غادي مر النقطة اف والموازي لدي اربعة افتح 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 ا